السلام عليكم كيدايرين تمنى يلقاكم إن شاء الله هذا الفيديو في أحسن أحوان تماما والحيوانات ديالكم الأليفة وكيف العادة ويكونوا ناشطين معاكم وما مرادين ما فيهم تشي حاجة والتيلة كانوا مرادين إن شاء الله لقوا لهم الدواء ويبراء وما تبقى حتى شي حاجة هدنا إن شاء الله هذا الموضوع اللي غادي نهضرو فيه غادي نهضرو فيه على واحد المشكل اللي هو شائع ومع الأسف يعني مني كن نخدر القططات ديالنا عند البيطاري كيقول لي نرى ما كينشدوها هاد الموضوع هذا هو على جلالة في العوينات ديال القططات القططات اللي كيكونوا يالله كيخلاقو كيدووز واحد سيمانات جديا السيمانات كيمرضو ليهم عينيهم كيبقى ويدرلهم عميشات كيبقى ويدمعو ليهم كيتشدو قاع حما كيتشدو يعني مني كيتشدو ليهم عويناتهم كتبداك اتطبريهم داك جلالة داك جلالة كتجيب حالة السحابة فوق العين ديال القططات أنا في الفيديو السابق في الفيديو عندي سابق نزلتو في القناة ديال واحد تقطيرها اللي غين نشوفو خاصنا القطيق بمجرد ما نشوفو العوينات ديال وكيدمعو في الفلاسة ناخدو لدك تقطيرها اللي هنزلت في القناة وباش ميتفاق من ناش الموضوع اللي هنزلت المشكلة ديال الجلالة وهات الشي كامل احنا يدبا ان شاء الله غادي ندرو يعني على المشكلة ديال الجلالة اللي صافي وصلنا يعني مادم اللي وصل لها داك المشكلة لقاع صافي ديال الجلالة كيف قلت لكم في الاول فاش كان ناخدو قطيط ديالنا البيطاري الفلاسة الشي باشي اللي كان لك انها لكي نزول لكي أنها لذلك القطيط لأنها متجربة كيف نقول لك انا غير من راثي يعني من الناس كان عرفون بشي قبي طاري واحد بياطرة وموكي قل لهه ما عندهش الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هدى الكون هدى هدى القطيط هكذا بدأت فاقاذ جلالة في العين ديالو وهي عندها الحل وهي الحل وهي رخيص سيضالي البشرية وما قا يبقاش نهائي نجابوا لي ذاك الناس قطيط ديالهم حيث الناس من العائلة خدينا له هاد الدوا هادا وبدينك نستعملو ليه مدة شهر وبدتك تتحيد ليه جلالة في درف شهر يعني ما بقتش ليه نهائي جلالة والعوينات دياله ولو زوينين ونقين بحل ما عمر ذاك جلالة كانت فيها في ذاك العوينات هاد الدوا غادي نوريكم هاد الدوا هادا هاي يدلو ليه سكرين را تقريبا نفس الاسم بده التي التي كنت قضيته في شي مر ده العوينات قطيطات لكنها لغير هادا هادو هاد هي هاد تكون عندها بالصفر هاد الاشارة وهدا عندها بهاد اللون هذا هاد كتكون مجهده علي ه pile 30 درهم وهاد يقدر 35 درهم نتمنى ان تكونوا واضحة ونستعملوا معها هاد البومادة هادي اللي هي تهيئة ديالها نفس الإشارة ونفس الإسم حتى هي ها يدروا لها سكرين وإلا ما كانش بينا لكم اسمي يارا وخدروا لاغي سكرين هاكدا هم بجوش بهم وتدوهم يعني السيدة يارا ومعروفين غادي يعطيوها لكم هاد هاد البومادة هادي داير عشرين ندرها ما نوريكم كيفاش داير الفم ديالها داير الفم ديالها كي دميكا باش ما كي يعني ما كيدرش في العين يعني يعني نغم المؤسسة لما خصوص العوينة كتشوفوا هاد البومادة راها صغيرة واني راها كدوز مدة مدة كدوز يعني هاد البومادة بحيث كنديرو غي هي واحد شوية في العوينة طريقة ديال استعمال هاد البومادة هادي كنديروها جوش ديال المرتز في النار كنديروها مرة في الصبح ومرة في الليل أمور تااividad هي عوينة ونقلسواึوا 1 ل5 دقايق وما كان ذلك وهي البومادة غير جوش ديال المرتز في النهار وهات الغتائره نسنترض في تلتز diyال المرتز وبوصيد نهار وفي الصبح وسط النهار وفي الليل كان نبقى مستمرين على هاد الدواء هادة مستمرين على اليوم مدة شهر يعني شهر إن شاء الله ما تبقى لجلال الأول إذا كانت جلالة غليظة وكان ذلك يعني ذلك القطم سكين فات فيه الفوت بزاف رأى ممكن تعدى حتى الشهر ولكن نرى أنا يبعد أكيناتي حسب تجربة دي لرى شهر كتكون يعني ذلك جلالة رحيدة تقدوب نهار على أخوه حتى ما كتبقاش نهائيا وكيولي والعوينات ما فيهم حتى شي حاجة ويعني دائما دائما نقول لكم الوقاية أفضل من الاجرين شوفوا القطيط دي النعوينة يالله كيدمعوا يالله كيدمعوا ناخدوا لديك تقطرة اللي قلت لكم في الفيديو القديم ونديروها له في البراسة قاتبرة بلا ما نوصل هاد المرحلة هادي ديال المشكل ديال الجلالة وهذا شي كاين واحد الإشارة واحدة آخرى فاش كان بدوك نستعملو هاد الدواب كنلاحظو بواحد جليدة رقيقة غادي نقول لكم بحاله يعني بحال داك جليدة ديال البصلة بحال جليدة ديال البصلة برق بحال هاكدك كتبقى جمع مني كان بدو نستعملو هاد الدواب كتبقى كنشوفو كتبقى مجيهة العوينا ديال القطيط كتبقى من تحت ديال الجفن كتبقى داك جليدة بحال شحيمة كتبقى جليدة بحال شحيمة كتبقى مني كان حال شحيمة كتبقى حال شحيمة من قبل طيبناه مزيان تغلى مزيان ونجعله حتى يدفع ونفزقو ديك العويدة دياله ودنين ونحاولو غيب لطافة غيب شوية بشوية يعني نقطيطة دياله ننهتنو طبعا تحل القطيطات الصغيرة ورين رامساكن كيكونو ماشي بحل الكبر يعني نبقاو هي بشوية كنكحزو ديك جليدة كنكحزوها ونبقاو نحكوها كده لقطيط العوينة دياله وبحلقة بيدينا ونقولي وعاوتاني نديرو ديك العويد ونجروا ونجروا بشوية بشوية ديك جليدة حتى كننقاو العوينة تماما بدك جليدة ممكن ديك جليدة تحيد بالطريفات قد تقطع ممكن تجر كاملة اه انا لدك القطيطة هادا جيت نحيدها لو تجرت كاملة بحل فشحيتها وحطيتها جيت تماما مدورة بحل يعني بحل العين الداخلانية بحل نديرين شي غشاء على دك الممودية العين يعني هكا حيتها بقى صحيحة هكذا وكيف قلت لكم ممكن تقطع المهم حسنا نبقى ونزوله بشوية بشوية ونزعمو عليها ضروري ما تزول لأنها بالضبط إلا بقت في العين ديال القطيط روخان دلو هادا الدوايات روها ما غاديش تبرالو العين لأن هادا الجلدة هي أصلا ما قد تخليش العين تبرى وما قد تخليش تدوه يفيد في ذاك العوينة ضروري ما نحيدوه نقلو العوينة ديالو تمانا دك الجليدة ما نخافوش لأن هادا طبيعية يعني ماشي غادي نحيدوه غادي ما نبقىش يشوفوا الاشياء ذاك رخصها تزول كنزولوها كنكي بشوية بالعوينة ديالو ودني وكنقوم السمرين عدوا ديالنا وصدقوني راكم غادي ترحموني على هادا القضية هادا وبالنسبة لدك الجليدة را ممكن تكون حتى القطيط لديه جلالة يعني اللي كتكون عينوه مرضت كان بدأوا ندروا له ذاك التقطارة اللي كنت أعطيتكم في الفيديو السابق وكنت بدأت تجمع لي ذاك الجلدة لأنه هي اللي كتمرد كيف قلت لكم ومن يتشوفوها بدأت تدير لاحظو ضروري ما تدطوا البلعوينة ديالقط غايتشوفوا ذاك الجليدة كتجمع بدأت تحيدوها بدك العوينة ديالو بالطريقة اللي قلت لكم باش العوينة كتصفى وكتبرة كانت منى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وان شاء الله ترقبوني في فيديوهات الجايين مع نصائح ومع ويجاة زويني ان شاء الله كان نولي نرحب بالمشتركين الجدود وكن نقول لهم مرحبا بكم في القناة ديالفاتي وما تنسوش تدعموني باللايكات ونتكبروا الاسرة ديالنا ان شاء الله بالاشتراكات وشكرا لكم والى اللقاء